السلام عليكم رح نتحدث اليوم عن درس تصنيع البروتين وهو الدرس الرابع من الفصل الثالث من الوحدة في نهاية هذا الدرس رح نكون قادرين على انه نوضح عملية نزخ المرنة ومعالجته ورح نتبع خطوات تصنيع البروتين قبل ما نحكي عن آلية تصنيع البروتين بدنا نتذكر مع بعض شو هو البروتين البروتين هو عبارة عن سلسلة واحدة او اكتر وهاي السلسلة تحتوي على حموض امينية متعددة الاسم الثاني له اللي هو عديد الببتيد طيب احنا عنا بس عشرين حمض اميني كيف هدول العشرين حمض اميني بكونوا انواع البروتينات المختلفة بيختلف البروتين عن الثاني لما يختلف عدد الحموض الامينية المكونة له او تختلف انواع هاي الحموض الامينية او يختلف ترتيبها طيب لو تبدل حمض اميني مكان التاني شو بتتوقعه يصير طيب لو غيرنا الترتيب او العدد هل رح يضل بروتين الناتج نفسه اكيد لا رح يصير عنا خلل وهذا الخلل ممكن يسبب امراض مختلفة عنا مثال مهم جدا عنا خلية دم حمراء طبيعية وخلية دم حمراء غير طبيعية خلايا الدم الحمراء هي بتتكون من الهيموغلوبين الهيموغلوبين هاد بتكون من بروتين طيب حكينا البروتين هو نفسه سلسلة عديد البيبتيت في خلية الدم الحمراء الطبيعية بكون في عنا ترتيب معين من الاحماد الامينية لما صارت خلية دم حمراء غير طبيعية شو اللي صار صار في عندي تبديل للحمض الاميني التبديل شو عمل بشكل خلية الدم الحمراء هل ضلت طبيعية لا هذا الخلل والتبديل سبب لي مرض هذا المرض اسمه فقر الدم المنجلي او الانيميا المنجلية كيف او متى بظهر هذا الخلل بظهر في اثناء بناء الهيموغلوبين صار في خلل لما كان عم بن بناء الهيموغلوبين صار في عندي تبديل للحمض الاميني اجا حمض اميني فالين بدل لغلوتاميت فبالتالي صار شكل خلية الدم الحمراء منجلي تكوين خلايا الدم الحمراء بتم بنخاء العظم فلما تكون هاي الخلايا مو طبيعية راح تتكسر بسرعة وتتحلل فبالتالي مدة حياتها ما راح تكون طويلة ما راح تكون مدة حياة خلية الدم الحمراء الطبيعية طيب هذا البروتين كيف بتكون؟ البروتين بتكون بعمليتين رئيسيات هم النسخ والترجمة بدنا نشوف كل وحدة وين بتصير عملية النسخ بالتم في النواة احنا شو بننسخ؟ عم ناخد الشفرة الوراثية اللي هي المعلومات اللي على الدي ان اي عم ناخدها بالتكسي مين التكسي تبعها؟ اللي هو الام ار ان اي الام ار ان اي عم ياخد المعلومات من الدي ان اي لوين؟ للسايتو بلازم فاذا لما ناخد هاي المعلومات من الدي ان اي على الام ار ان اي بنسميها نسخ اما الترجمة فهي بتصير وين؟ بتصير في سايتو بلازم الخلايا وين بتصير تحديدا؟ في الريبوسوم فاذا اين تحدث عملية الترجمة؟ تحدث في السايتو بلازم اي عضي مسؤول عن عملية الترجمة وتصنيع البروتين اللي هو الريبوسومات الترجمة يعني عم نحول المعلومات هاي من الام ار ان اي لأحماض امينية بترتيب معين هاي الأحماض الامينية بالترتيب هاد راح تكون لي سلسلة اللي هي سلسلة عديد الببتيد اللي هو البروتين طيب راح نبدأ اولا بعملية النسخ عملية النسخ يعني تكوين ام ار ان اي لكن هل انا بكونه من كل الدي ان اي؟ لا انا باخد جزء من هذا الدي ان اي وهذا الجزء هو اللي انا بدي اعمله نسخ كيف بتتم هاي العملية؟ عندنا الدي ان اي عبارة عن سلسلتين حتى ااخد نسخة منه لازم افكها دولة سلسلتين مثل اول مرحلة في مرحلة تضاعف الدي ان اي فبالتالي انا شو بدي اعمل بدي احطم الروابط الهايدروجينية في الموقع اللي انا بديها بحطمها من وين؟ بحطمها من الدي ان اي طيب لما بحطمها رح ييجي عنا انزيم هذا الانزيم انزيم بلمرة الار ان اي هذا الانزيم انزيم بلمرة شو يعني بلمرة؟ يعني بناء منتذكر لما حكينا عن عملية تضاعف الدي ان اي كان في عندي فك او تحطيم للروابط الهايدروجينية بعدين ايجي انزيم بلمرة الدي ان اي لحتى يبني لي سلسلة دي ان اي تانية اما هون عنا انزيم بلمرة الار ان اي لانه انا شو اللي بدي اكونه؟ بدي اكون ار ان اي هذا الار ان اي رح يعمل بناء لجزيء الام ار ان اي كيف؟ هذا البناء رح يكون باضافة انيوكليوتيدات يعني في عندي هون على جزيء الدي ان اي مثلا ادينين رح يجي انزيم بلمرة الار ان اي يجيب اقبالها يورسل فهون عم بيكون الام ار ان اي بيجيب نيوكليوتيدات متممة لهذا الترتيب اللي عد دي ان اي وبربطها مع بعض بسلسلة جديدة فبالتالي بتكون عندي الام ار ان اي وبننا نتذكر انه الام ار ان اي في بدل اثايمين يورسل في الام ار ان اي هاي بدنا نظلنا متذكرينها فاذا بعملية النسخ كيف بتتم؟ طبعا عملية النسخ حكينا بتكون في داخل النواة النواة ليش؟ لانه الدي ان اي موجود في داخل النواة طيب بصير في عنا اول اشي تحطيم للروابط الهايدروجينية منلاحظ انه سلسلتين بعاد عن بعض وحنا مش ماخدين كل الدي ان اي ماخدين بس جزء منه اللي هو انا بدي اعمل له نسخ بعدين شو بيجي؟ بيجي انزيم بلمرة الار ان اي شو عم بيجيب معاه؟ عم بيجيب نيوكليوتيدات متممة متممة لمن؟ متممة للدي ان اي بنلاحظ انه كل قاعدة نيتروجينية من الدي ان اي اقبالها قاعدة نيتروجينية متممة من الار ان اي ومنلاحظ كمان انه عنا اليورسل بدل الثايمين في الام ار ان اي بعد ما ييجي انزيم بلمرة الار ان اي ويجيب لنا نيوكليوتيدات متممة شو رح يصير؟ رح يصير لها ربط مع بعض لتكون لي سلسلة المرنة طيب المرنة هاد بهاي الوضعية لا يعتبر ناضج بحتاج لعملية اسمها معالجة ليش بدنا نعمل له معالجة؟ بالمرنة لدينا موقعين أو لدينا جزئين لدينا أجزاء فعالة و لدينا أجزاء غير فعالة الغير فعالة نسميها إنترونات أما الفعالة نسميها إكسونات شو يعني فعالة و غير فعالة؟ الفعالة يعني رح يصير لها ترجمة إلى بروتين أما الغير فعالة ما بصير لها ترجمة إلى بروتين طيب شو بستفيد من هاد الحكي؟ بدي أعمل عملية معالجة للمرنة المعالجة هاي شو بدي أعمل فيها؟ بدي أعمل إزالة للإنترونات بدي أعمل إزالة لمين؟ للأجزاء غير الفعالة لأنه هاي والتصنيع لبروتين ما رح تترجم بعد ما يصير للمرنة معالجة رح ينتقل من النواة للسايتو بلازم وين رح يروح في السايتو بلازم؟ رح يروح للرايبوسوم فإذن عملية النسخ بتصير أولاً بتحطيم الروابط الهايدروجينية في جزيء الـ DNA وأي روابط هيدروجينية أنا ما بحطم كل جزيء الـ DNA بحطم بس الموقع اللي أنا بدي أنسخ معلوماته اللي أنا بدي أكون له بروتين بعدين بصير عنا بناء لجزيء mRNA كيف شو بستخدم إنزيم بلمرت الـ RNA كيف بتتم هاي العملية إضافة نيوكليوتيدات متممة لترتيب القواعد النيتروجينية الموجودة في سلسلة DNA اللي بدي أنسخها بعدين بصير في عنا ربط للنيوكليوتيدات معاً في سلسلة جديدة وبالتالي بتكون عندي الـ mRNA بعد ما يتكون الـ mRNA حكينا بدنا نعمله معالجة ليش بنعمله معالجة؟ لحتى يصبح ناضج فإذا نعلل يحتاج الـ mRNA لمعالجة ليصبح ناضجاً في عنا سؤال الكتاب بصفحة 202 عنا سلسلة DNA مراد نسخها يعني إحنا ما أخذنا كل الـ DNA أخذنا جزء منه بدنا نكتب جزيء mRNA الأولي شو يعني أولي؟ يعني قبل المعالجة فشو الـ mRNA اللي حيطلع؟ بدنا ناخد تكون إيش السلسلة متممة للـ DNA قبل ما نحكي عن عملية الترجمة اللي هي بتصير في السايتو بلازم بتصير في عضي اسمه الريبوسوم بدنا نعرف شو هو تركيب الريبوسوم الريبوسوم بتكون من وحدتين بنائيتين وحدة بنائية صغيرة ووحدة بنائية كبيرة هدول الوحدتين ما بيجتمعوا مع بعض إلا لما يصير في عندي بدء لبناء البروتين فإذن وحدات الريبوسوم بتكون منفصلة عن بعض متى بتجتمع؟ تجتمع عند بدء بناء البروتين الوحدة البنائية الكبيرة فيها ثلاث مواقع مهمة فيها موقع A موقع B وموقع E كل واحد من هاي المواقع إلو دور معين في عملية بناء البروتين الموقع A بيجي عنا التي أر ان اي محمل بي الحموض الأمينية فإذن في الموقع A التي أر ان اي شماله في حمض أميني في موقع B رح يصير في عندي ارتباط للحموض الأمينية مع بعض في الموقع E شو رح يصير؟ رح يطلع عنا التي أر ان اي لكن رح يكون الحمض الأميني مش معاه التي أر ان اي حكينا انه هو ناقل للحموض الأمينية فبالتالي رح يجي تي أر ان اي المحمل بالحمض الأميني يدخل على الوحدة البنائية الكبيرة في الريبوثوم في الموقع A في الموقع B رح يكون في عندي تي أر ان اي أصلا موجود طبعا هلأ رح نشوف العملية بالتفصيل رح يصير في عندي ارتباط للحموض الأمينية مع بعض في موقع B بعدين رح ينتقل التي أر ان اي الفاضي اللي خلص نزل حمولته رح يطلع للخارج عن طريق الموقع E فإذا مثل ما شايفين برسمة الكتاب عنا الريبوثوم بتكون من وحدة بنائية صغيرة ووحدة بنائية كبيرة وفي عنا كمان موقع ارتباط الام ار ان اي اللي هو رح ييجي الام ار ان اي هون لأنه أنا شو بدي أعمل بدي أبني الحموض الأمينية بناء على سلسلة الام ار ان اي في عنا موقع A وP وE الموقع A اللي هو بتيجي تي أر ان اي شو ماله اللي حامل للحمض الأميني بيجي بهذا الموقع في الموقع P بيصير عنا ارتباط للأحماض الأمينية مع بعض والموقع E بيطلع تي أر ان اي وهو فاضي نزل حمولته التي أر ان اي هاد اللي هو بيحمل الحموض الأمينية شو تركيبه التي أر ان اي فيه شغلة كتير مهمة اللي هي كودون مضاد هذا الكودون المضاد مضاد لمين رح يكون مكمل للام ار ان اي يعني لو كان عندي على سلسلة ام ار ان اي في سلسلة ام ار ان اي طبعا انا اخدت جزء منها هون كان عندي اي يو جي هذا كودون حكينا الكودون بتكون من ثلاث انيوكليوتيدات انا ما بحط الانيوكليوتيدات كلها هون لانه بس اللي بتغير هو القواعد النيتروجينية فما رح اكتب غير قواعد نيتروجينية طيب التي ار ان اي في تركيب اسمه الكودون المضاد هذا الكودون المضاد رح يكون مكمل او متمم للام ار ان اي يعني عنا بالام ار ان اي اي يو جي فهون رح يكون في التي ار ان اي يو اي سي متمم للام ار ان اي فبالتالي هذا التي ار ان اي رح يجي يرتبط في هذا الموقع هون بالmRNA في داخل الريبوسوم في عنا كمان موقع خاص بارتباط الحمض الأميني فكل كودون مضاد رح يحمل معا حمض أميني معين هذا الرنة تحديداً اللي فيه هذا الكودون المضاد رح يحمل ستارت كودون أو اللي هو حمض الأميني المثيونين ليش بيحمل المثيونين؟ لأنه مقابله على المRNA في AUG فأنا لما بدي أطلع شو الحمض الأميني اللي بده يعطيني يا أو شو الحمض الأميني المطلوب بتطلع على المRNA ما بتطلع على الرنة بتطلع على المRNA إذن الرنة إلو وظيفة أساسية بيرتبط بالحمض الأميني وبينقله للريبوسومات كيف راح تتم هاي العملية؟ عملية الترجمة بتتم بثلاث مراحل مرحلة البدء، مرحلة الاستطالة، ومرحلة إنهاء السلسلة مرحلة البدء يعني لازم يكون عندي كودون البدء اللي هو الـ AUG في مرحلة الإنهاء لازم يكون عندي كودون التوقف اللي هو في عنا ثلاث كودونات رح يكون واحد منهم اللي هو UAG أو UAA أو UGA وجود كودون البدء معناته بيعننلي عن بدء عملية تصنيع البروتين وجود كودون التوقف معناته عم ينهيلي عملية تصنيع البروتين الاستطالة يعني السلسلة شو رح يصير فيها رح تكبر رح تطول سلسلة عديد قلب ببتيد طيب رح نشوف كل مرحلة من هدول بالتفصيل كيف بتتم أولا مرحلة بدء السلسلة حكينا إنه الريبوسوم بتكون من وحدة بنائية صغيرة ووحدة بنائية كبيرة عنا هون الوحدة البنائية الصغيرة لما يتيجي سلسلة المرنة فإذن أول إشي بيصير بيرتبط المرنة في الوحدة البنائية بالريبوسوم طيب لما يرتبط في عندي على المرنة اللي هو الـ A U G اللي هو كودون البدء هذا شو كودون البدء رح يجي عنا T-R-N-A هذا T-R-N-A في كودون مضاد شو هيكون هون الكودون المضاد؟ هيكون U A C هذا T-R-N-A شو بيحمل؟ رح يحمل معا الحمض الأميني اللي هو الميثيونين شو بيحمل؟ ميثيونين جرد ما يرتبط الكودون المضاد في T-R-N-A بالـ M-R-N-A شو رح يعمل؟ رح يجيب معا مين؟ رح يجيب معا الوحدة البنائية الكبيرة من الريبوسوم طيب هون في عنا شغلة كتير مهمة T-R-N-A اللي بيحمل كودون البدء أو اللي بيحمل الميثيونين بيرتبط في الموقع P من الريبوسوم إذن أول T-R-N-A رح ترتبط بموقع P فهاي عنا بتكون مرحلة بدء السلسلة بدنا نشوفها برسمة الكتاب إذن أول إشي رح يرتبط مين؟ الـ M-R-N-A بالوحدة البنائية الصغيرة بعدين شو رح يصير؟ رح يجيب T-R-N-A اللي معا كودون البدء رح يرتبط بمين؟ رح يرتبط بالـ M-R-N-A ثالث إشي رح تيجي الوحدة البنائية الكبيرة للريبوسوم وشو تعمل؟ رح تنضم للوحدة البنائية الصغيرة حكينا إنه كودون البدء رح يرتبط بموقع P طيب بدنا نشوف مرحلة الاستطالة شو يعني استطالة؟ مرحلة الاستطالة بتعني إنه رح يصير في عندي سلسلة طويلة في هاي المرحلة حكينا أولا إنه الـ TR-N-A اللي بيحمل المثيونين بكون موجود على أي موقع على الموقع P رح يجي عنا الـ TR-N-A اللي بيحملوا كودونات مضادة لمين؟ للـ M-R-N-A لتتمت السلسلة هدولا الـ TR-N-A لوين رح يجوا؟ رح يدخلوا على الريبوسوم على الموقع A لما يجوا هون رح يرتبطوا بمين؟ رح يرتبطوا بالـ M-R-N-A TR-N-A مجرد ما يجي ويدخل على الموقع A شو رح يعمل؟ رح يصير في عندي ارتباط للأحماض الأمينية هون مع بعض لما يصير عنا ارتباط للأحماض الأمينية هاي هلأ هاد اللي هو اللي فيه كودون البدء خلص دوره فرح يطلع من وين؟ رح يطلع من الريبوسوم من الموقع A خلينا نشوف رسمة الكتاب عنا هون هذا الموقع اللي هو موقع P هذا موقع A وهذا موقع E حكينا في البداية كودون البدء بيجي على الموقع P طيب احنا بدنا نكمل بناء سلسلة عديد الببتيد بدنا نعمل لها استطالة فشو رح يصير؟ رح يجي TRNA الى جديد وبدو يدخل من الموقع A منلاحظ انه هو فيه كودون مضاد هذا الكودون حيكون متمم للكودون اللي على المرن شو رح يصير عنا؟ رح يصير ارتباط للحموض الامينية مع بعض بعدين شو رح يصير؟ رح يطلع اللي كان في الاول رح يطلع من الموقع E وبنفس الوقت رح يجي TRNA تاني على الموقع A وهكذا لعبين ما يصير في عندي السلسلة المطلوبة طيب احنا بدنا ننهي بناء هاي السلسلة كيف بدنا ننهيها؟ لما ييجي عندي كودون الانهاء او كودون التوقف اللي هو حيكون UGA او UAA او UAG هلأ هون ما رح ييجي عندنا TRNA شو منلاحظ هل هادا TRNA؟ لأ هاد اسمه بروتين الفصل شو اسمه؟ بروتين الفصل لما ييجي بروتين الفصل على موقع A شو رح يعمل؟ شو دوره؟ شو بيسبب؟ رح يحكي لنا انه احنا خلص خلصنا بناء البروتين فبالتالي شو رح يصير؟ اولاً رح تتحرر سلسلة عديد البيبتيد رح يتحرر الـ mRNA ورح تنفصل وحدات الريبوسوم عن بعض فإذن متى تنتهي عملية بناء السلسلة أو بناء سلسلة عديد البيبتيد؟ عند وصول كودون الانتهاء أو كودون التوقف اللي هو رح يكون اما UGA أو UAA أو UAG اولاً عنا عملية النسخ عملية النسخ بتصير في النواة وبتكون لنا mRNA بعدين بصير في عنا الترجمة في عملية النسخ حكينا بدنا نفصل أول إشي سلاسلة DNA عن بعض بيجي عنا انزيم بلمرة الـ RNA وشو رح يبني؟ رح يبني لنا mRNA من وين؟ رح يبني لنا mRNA من الـ DNA فهونا منشوف انو انزيم بلمرة الـ RNA عم بيبلش يعطيني إيش؟ عم يعطيني نيوكلويتيدات متممة هاي اللي نيوكلويتيدات من وين جابها؟ هي أصلاً موجودة في النواة فهون شو عم نعمل؟ عم نعمل بناء mRNA هاد الخط الأحمر هو mRNA عبارة عن سلسلة حكينا انو mRNA بيكون فيه أجزاء فعالة وغير فعالة اللي هي الانترونات والإكسونات فبالتالي رح نتخلص من الانترونات والإكسونات رح ترجع تلتحم مع بعض موسيقى موسيقى فإذن بيطلع عنا mRNA المعالج بيطلع لوين؟ بيطلع من النواة للسايتو بلاس طيب هلأ بدنا نصنع البروتين هلأ بدنا نشوف كيف بتم عملية تصنيع البروتين طبعا حكينا في عنا كودونات البدء وكودونات الانتهاء أو التوقف اللي بتعنينا عن بداية الترجمة أو نهايتها في البداية في البداية حكينا أنه بيرتبط المرن مع الوحدة الرايبوسومية الصغيرة لدينا هذا الرن اللي بيحمل مع الحمض الأميني وبكون موجود عليه الكودون المضاد اللي هو متمم للكودون اللي على المرن فبيرتبط الأول اللي هو بيحمل المثيونين فلما يرتبط فيه بالموقع بي رح يجيب معامين الوحدة الرايبوسومية الكبيرة وبترتبط بالصغيرة فإذا هون الترن الأولي بلش في أي موقع في موقع بي هون بتكون خلصت مرحلة البدء هلأ في مرحلة الاستطالة منلاحظ أنه بيصير في عنا ايش تي ار اي تانيين بيجوا وبكون معاهم أحماض أمينية حكينا الأحماض الأمينية باخدها على أي أساس باخدها على أساس ال ام ار اي يعني أنا بتطلع بس على الكودونات اللي على ال ام ار اي وع اساسه بحكي انه هذا الكودون رح يعطيني حمض أميني معين التي ار اي رح يجي على الموقع اي وبعدين رح يصير في عنا ارتباط لمين ارتباط للأحماض الأمينية مع بعض لما ترتبط لما ترتبط الأحماض الأمينية مع بعض رح يصير التي ار اي الفاضي يطلع من الموقع اي في المقابل رح يرجع ييجي تي ار اي تاني على الموقع اي بيكون محمل بالحمض الأميني برضو بصير في عنا ارتباط الأحماض الأمينية مع بعض وبطلع التي ار اي الفاضي من الموقع اي وهكذا لمتى متى بتنتهي هاي العملية لما يوصل لعنا كودون الانتهاء في مرحلة الانتهاء حكينا ما بيجي عنا تي ار اي بيجي عنا بروتين اسمه بروتين الفصل هذا البروتين بيكون في عليه الكودون المضاد مجرد ما يرتبط ب كودون التوقف شو رح يعمل رح يحرر سلسلة عديد البيبتيد رح يحرر جزي ال mRNA ورح تنفصل وحدات الريبوسوم عن بعض فبالتالي رح يتكون عديد البيبتيد اللي هو البروتين فيه شغلة مهمة لازم نعرفها عنا سلسلتين DNA هدول السلسلتين فيهم قواعد نايتروجينية او نيوكليوتيدات بترتيب محدد لما نيجي نعمل لل DNA هاد نسخ على mRNA هذا mRNA رح يكون شماله متمم لوحدة من سلاسل الDNA مثلا متمم لهاي السلسلة tRNA رح تكون الكودونات اللي علي اللي هي الكودون المضاد رح يكون متمم لل mRNA فإذن mRNA رح يكون متمم لإحدى سلاسل الDNA لوحدة منهم اللي عم ننسخها رح يكون تقريبا مشابه للسلسلة التانية ما عادة بين الثايمين واليورسل الر رح يحمل كودونات مضادة تكون متممة لل mRNA الر هو اللي لما بدي أشوف الكودون اللي عليه شو بيعطيني حمض أميني بتطلع عليه تمام يعني ما بتطلع على الر ولا بتطلع على DNA بتطلع على الر لما بدي أخذ الأحماض الأمينية أو لما بدي أشوف كل كودون لأي حمض أميني بترجم لي